وتمسح تغريدات أمر قريب ما حصل هذه في مجموعة من تغريدات اللي أنا أعتبرها أن تغريدات ظرفية يعني بعض التغريدات يعني بعد أن ينتهي الغرض منها تصبح مثلا وجودها قد لا يكون ملائم بالنسبة لي أن أسترقيها لأن الغرض منها يعني انقضى يعني ساعات مثلا لو تكتب صباح الخير بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات لا يصبح لهذه التغريدات قيمة فنفس الشيء بالنسبة للتغريدات تغريدات هذه تعرف أن الفضاء الإلكتروني فضاء واسع يعني يخاطب كل الأفراد لكن أحيانا الخطاب قد يوجه لأشخاص محددين وأنا ما أملك أني أسمي الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه الخطابات لهذا السبب لما يعني أكتب تغريدة وأنا أعتقد أنها وصلت إلى من وجهت إليه وجدت أنه ليس من الملائم أن تبقى حتى لا تكون مثارا للجدل عند الأشخاص أحيانا قد يصرف الأنظار عن فكرة الأساسية في أن يركز في مسألة بس يعني ما صرفت أنك تحسفت تغريدة معينة أو غيرها في بعض الأحيان يعني ممكن أن أشوف أنها تقديري في اختيار اللفظ لم يكن ملائم نعم دكتور أنت في لك تغريدين كان لهم ردة فعل في الأخبار السياسية من خلال البي بي سي وغناة الجزيرة يطلع لي ثلاث تغريدات يمكن يطلع لياهم مرة ثانية مخرجنا خلني قراهم مع بعض إذا المواطن الكويت عبيد محمد الوسمي نطيل ورفض الحصار غير الشرعي وغير الأخلاق لقطر والحملة الرخيصة والمصاحبة له ومتعاطف معها حكومة والشعب وفي تغريدة ثانية في تغريدة ثانية مخرجنا هيا خلنا نشوف تغريد الخارجية الأمريكية عن الإرهاب أرجو من الأخوة بالمملكة غراءته بهدوح حتى لا نلام عندما نقول أن اللي بعدها الكويت ليست مسرحا لأحد ومن لديه أجندة طائفية فلينفذها في بلاده وعلى الكويتيين من الشيعة قبل السن الحذر من مخطط خبيث يراد جر الكويت إليه يعني يكلمنا عن هات تغريدتين يعني واضحين يعني بالمعنى أن في البداية أنا كنت يعني شأن الكثيرين ممن يعنيهم أمر الخليج وأنا أعتبر مثلا الخليج واحدة واحدة وبالتالي الإشكال الذي قد يحدث في جزء من هذا الإقليم هو ينسحب على باقي الدول الأخرى ومنها الكويت ولذلك موضوح حصار قطر يعني كان ولا زال حتى الآن أنا ما هوش مقنع لي كما أنه لا يتناسب أصلا مع مثاق المجلس التعاون الذي يفترض أن يتم تسوية المنازعات فيه طبقا للآلية الخاصة التي وضعتها الاتفاقية أما باقي التغريدات فكنت يعني أتوقع أن تجر الكويت لجدل طائفي وهذه المسألة يعني في مجتمع صغير كالمجتمع الكويتي ما أعتقد أنه كان يفترض أن نتعامل معها على أنه أمر عادي لأن هذه الدول قد تكون مصالح استراتيجية تتعارض حتى مع الأمن الوطني في الكويت تغريدة الثالثة والثانية أعتقد أنه يتكلم عن تقليل وزارة الخارجية تقليل وزارة الخارجية الأمريكية كان يتحدث عن المملكة العربية السعودية ويتهمها اتهاما صريحا بالإرهاب ولذلك التسويق لمسألة ربط قطر بالإرهاب ولكذا في ظل وجود تقرير صادر من المؤسسات المعنية في الولايات المتحدة أنه وسيلة للدفاع عن مواقفها قبل أن تتهم الأصال بس دكتور تواضح أنك منحاز لقطر على حساب المملكة العربية السعودية أنا منحاز لرأيي وقناعة الشخصية ولست منحازا لقطر ولا ضد المملكة العربية السعودية لكني لم أقتنع بالموقف السعودي ولا أعتبر أن ما تخذ من إزراء بس يعني في غسوة في مسألة نقدك دكتور يعني في غضية النقد وفي هذه القضية ممكن تتناولها بشكل ألطف لكن اليوم هناك يمكن زعل والله أنا يعني ملاحظ بالكثيرين بمواقف وتقريدات الدكتور عبيد تكون يعني فيها نوعا ما من الحدة شوف بكين ردة الفعل هذه تختلف من شخص لشخص نحن يعني لا نتساوى لا في الذائقة ولا في رجل الفعل صحيح الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا متساوين ولذلك اجتهادي في عرض وجهة نظري قد لا يقبله البعض ليس من حيث موضوعه وإنما من حيث شكله ومن حيث الشكل هذه مسألة تقدير مثل ما قلت أنا رأيي في الموضوع لم يتغير ولن يتغير طالما كانت هذه المعطيات لم تتغير لنس دكتور أنت ما تنتقد مثلا يعني كانت هناك ممارسات يعني إعلامية في خطر كانت غير جيدة أنا أنقلك وجهة النظر الأخرى أن هناك ممارسات لم نرى الدكتور عبيد الوسمي ينتقد مثل هذه الممارسات من خلال أمور كثيرة مثلا نحن في الكويت مثلا عانينا في فترة من الفترات يعني في موقف قناة الجزيرة فيما حدث يعني قناة الجزيرة أنصفتني عندما كذبت السلطة في الكويت وعقدت مؤتمرا صحفيا تكذفي على الكرة الأرضية كاملة قناة الجزيرة هي التي أظهرت هذه الحقيقة فإحنا إذا بنتكلم من هذا المنظور هذا منظور السلطة ليس منظوري أنا أنا في اعتقادي أن قناة الجزيرة في تغطية أحداث الحراك تركت مساحات واسعة يمكن كانت إيجابية مثلا مثلا مثل ما تقول في هذه الجزيرة لكن ألا تعتقد في جزيات أخرى في سياستها في الخليج في غيرها في إحراج المملكة العربية السعودية لم نجد انتقاد من الدكتور عبيد الوسمي لمثل هذه الأمور كان فقط يعني دائما نقدك متجه إلى المملكة العربية السعودية هذا الكلام يراد تصويره للأشخاص الذين يحاولون قدر المستطاع أن يضعف أي وجهة نظر لا تتماشى مع مزاجه أنا في يوم الأيام كنت محاميا لأحد الأشخاص الذين تهموا بالإصاءة للأسرة الحاكمة في قطر وحضرت بناء على إذن الحكومة القطرية وترافعت في محاكمهم دفاعا عن هذا الشرق فالمسألة ما هي أشخاص هذا حق إنسان هذا أمر طبيعي كان بإمكان هذه الدولة أن تنتنع ولا تسمح إلا لمحامي القطرين مثلا على سبيل المثال ولذلك يعني الانحطاط الذي يمارسه بعض الإعلام الخليجي وإحنا شفنا يعني شفنا مثلا عندما يوصف الشهداء في القدس بأنهم قتلة يعني هذا أليس استفزازا للمشاعر الإسلامية يمكن خطأ تحريري أو غيرها من قبل يعني في خطأ تحريري يا صديقي إحنا لو نذكر الأمثلة المادية لما انتهينا أنا قرأت تحقيقا صحفيا في إحدى الصحف المحسوبة على مؤسسة الحكم في دولة خليجية يتهمون فيها إحدى سيدات الخليج وهي من أسرة حاكمة بأنها تطلع بالليل هذا ليس هذا ليس عملا سياسي هذا مرفض هذا القدر الكبير من الحيطات السياسي هل مقبول مني فقط أني أنا بكرة ممكن تصل المسألة إلى التعدي على الكويت وعلى المجتمع الكويتي وأنا أحد الأشخاص الذين تعرضنا لإساءات متعمدة من بعض الأشخاص المحسوبين على مؤسسة لأنهم يكون في دولة خليجية يعني حتى أن أحيانا كانوا نجتم الصبح وفي الليل يحطون صورة الشخص اللي شتمنا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع وهي رسالة من هذا النظام يعني إحنا اللي شتمناكم طيب الآن مثلاً لما تعطي لنفسك الصلاحية في أن تتعدى على المجتمعات بهذا القدر والآن إحنا في الأيام الأخيرة أليس هناك أشخاص ومحسوبين على بعض الأنظمة في الخليج تعرضوا الكويت بشكل مباشر ولرموزها السياسيين ولرموزها الشعبيين وتحدثوا عن مواقفها السياسية وكأنهم يملون على الكويت واجب اتخاذ القرار على الحكم معين طيب هذه المسألة لا تستقيم معانا أنا أعتقد أنه يجب على الشعب الكويتي أيضاً أن يقف مش تأييداً للحكومة لكن على أقل تقدير في أن ينفع الحرج والكلفة السياسية عن النظام في أن يستثروا جهة نظرة وهذا اللي حصل مع الكويت والحقيقة أن الموقف الشعبي الرافض للحياث في موضوع أزمة الخليج هو كان موقفاً شعبياً في المقام الأول ولذلك جاءت الحكومة وترجمت هذا الموقف الشعبي هو موقف الشعب الشعب هو الذي رفض الحياث أنا ما عندي سعدات أن أحاصل القطريين خشة بكرة سياسة الدولة هي الموقف المحايد ما بين الأشيقات وهو لا يفترض في الكويت طبعاً تتخذ موقفاً خلاف ذلك لأن الكويت طبعاً